موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الفاينينشل تايمز التي خصصت مقالاً لتطورات الوضع في سوريا واستغلال نظام رئيس بشار الأسد للتهديد الذي يشكله تضيب الدولة الإسلامية في العراق والشام للبقاء في الحكمة يقول ديفيد جاردنر في الفاينينشل تايمز إن نظام الأسد المتهالك هو المستفيد من الجهاديين في سوريا والعراق وإلغائهم الحدود بين البلدين بزعم إقابة خلافة سنية هناك ويضيف جاردنر أن الذين يرون الأسد منتصراً يحتجون بأن بروز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يعزز موقف نظام بشار الأسد ونظرته للوضع هناك كما أن ممارسات الدولة الإسلامية في العراق والشام جعلت بصالح الغرب تتقاطع مع مصلحة نظام الأسد ولكن نظام الأسد في الواقع يستخدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام فزاعة لاستنزاف القدرات القتالية للمعارضة المسلحة الأصيلة التي توضع على رأس أهدافها إسقاط النظام في دمشق عكس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ويرى جاردنر أن الحرب الطائفية التي شنها ديكتاتور دمشق على الأغلبية السنية في البلاد وقرر الدول الغربية بوضع كل الدعم في يد السعودية وقطر هو الذي جلب الآلاف من المتطوعين للقتل وعزز صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام ويربط صاحب المقال بين ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وترنح نظام في دمشق الذي يمارس حربا طائفية على السنة وهو ما حدث في العراق أيضا حسب الكاتب إذ أن البلاد مهددة بالانقسام بسبب الممارسات الطائفية للشيعة ويختم جاردنر مقاله بالقول بأنه من الصعب تصور عودة أي نوع من الاستقرار إلى الشام إذا بقي الأسد والمالك في الحكم نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الغاردين التي نشرت تحت عنوان العراق ينزلق نحو حافة الهاوية بعد إخفاق البرلمان في اختيار قادة جدد جاء فيه فشل مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى في اتخاب رؤساء جدد للجمهورية والحكومة والبرلمان وذلك بعد أن شهدت الجلسة فوضى عارمة ومشادة كلامية حادة بين أعضاء البرلمان ما أسفر عن رفع الجلسة وتأجيلها وتقول الصحيفة أن فشل البرلمان العراقي بالتوصل إلى اتفاق في جلسته الأولى أثر قلق المجتمع الدولي حيث بات العراق ينزلق بسرعة كبيرة نحو الهاوية في الوقت الذي تقوم فيه الجماعة المسلحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بالتقدم إلى مناطق واسعة في العراق وفرض سيطرتها عليها وانسحب عدد من أعضاء البرلمان من الجلسة الأولى بعد المشادة الكلامية التي جرت في الجلسة الافتتاحية بين أعضاء البرلمان الأمر الذي دعى النائب مهد الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه الأكبر سنًا دعاه لإلغاء الجلسة وتأجيلها جاء ذلك في الوقت الذي أعرب فيه رئيس إقليم شمال العراق مسعود برزاني عن رغبته في تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في غضون بضعة أشر وقال برزاني أن العراق مقسم فعلا ويجب التخلص من الوضع المأساوي الذي يعيشه العراق حاليا وأضف برزاني بأنه سيتم تنظيم الاستفتاء في كردستان في غضون أشر نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالاً لياسر الزعاثر بعنوان العدناني إذ يعلن الخلافة ماذا بعد؟ جاء فيه ربما كان إعلان الناطق باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام للخلافة الإسلامية مفاجئاً بعض الشيء لسيما أن المسافة الفاصلة بين الدولة وبين الخلافة هي أقرب إلى خلاف في المصطلح أكثر من أي شيء آخر وكان بالإمكان الانتظار بعض الشيء حتى ينجري الموقف الرهن لكن المكاسب التي حققها التنظيم في العراق ربما أغرت قادته بالتسريع بهذا الإعلان وربما قناعة منهم بأنه يداعب أحلام كثيرين في العالم العربي والإسلامي ولو جئنا نفتش في تداعيات الإعلان الجديد فإن تأثيره السلبي لا يكمن في تكثيره لجبهة الأعداء الخارجين للتنظيم أو الدولة أو الخلافة فهؤلاء لهم موقفهم المناهض لها في كل الأحوال وإقاس تحركهم بميزان دقيق كما يبدو نظرا للأوضاع المعقدة المشاري إليها لكن المعضلة الأكبر هي تلك المتعلقة بالموقف من القوى والفصائل الأخرى إن كان تلك العاملة في العراق أم تلك الفاعلة في سوريا فالخليفة يطلب منهم أن يبايعوه ويحل جميع التنظيمات والفصائل والجبهات التي ينضون تحتها وهم لن يقبلوا ذلك ما يعني موجة اقتتال أكثر عنفا ولكن بزيغة أخرى إذ أن تهمة الخوارج التي رميت بها الدولة ستتحول الآن للآخرين الخارجين على الخليفة الشرعية وفي وضع الاشتباك بين تنظيم الدولة أو الخلافة وبين الفصائل الأخرى في العراق وسوريا فإن المستفدين هما المالكي وبشر وبطبيعة الحال إيران التي تدير معركتهما وتدفع الجزء الأكبر من كلفته نواصل المشاهدين الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا لآيلين كوجمان بعنوان مسلمون مضطهدون جاء فيه على الرغم من المشاكل العويصة والحروب والمعاناة التي تعصف حاليا ببلاد المسلمين إلا أن الجو في الدول الإسلامية لا يزال يتمتع بخصوصية كبيرة ويشعر المرء بأثار الاتباع التاريخي والعميق للإسلام في تلك البلاد وأكثر ما يتشوق الناس له هو سماع صوت الأذن ويعوم البلدان الإسلامية هذه الأيام جو يختلف تماما عن غيرها فقد أقبل شهر رمضان مرة أخرى بكل جباله وجلاله ومظاهره فهناك من المسلمين من لا يستمتعون بسماع الأذان للصلاة وهم يصمون في سرية وليس لهم وطن ويختلف رمضان بالنسبة لهم كثيرا فالنزل سريلانكا أولا حيث وقعت صدمات الأسبوع الماضي فبعد صفع سائق بوذي اندلعت أعمال عنف في مدن ذات كثافة سكانية مسلمة عالية على مدى ثلاثة أيام ويتعرض السكان الأصليون مثل المسلمين لسياسة متزايدة من العزل من تلك الأراضي وهناك نذر بأن البوذيين السيني هاليز الذين يمثلون 80% من سكان البلاد قد يصعدون هجماتهم ضد الأقلية المسلمة لا يتغير شيء في ميانمر حيث الوضع مماثل لسرلانكا فهناك يحرم مسلم الروهينغا من حقوق المغاطنة منذ عام 1982 ويعيشون بوضع المهاجر منذ ذلك الوقت ولا يتبتع سكان راخين بالحقوق الاجتماعية ولا يستطيعون العمل أو السفر أو دخول المدارس أو المستشفيات ويتعرض مسلم الروهينغا المحرومين من بلدهم والذين يعيشون كلاجئين على أراضهم لهجمات على القرى الفقيرة التي يلجأون إليها ويتواصل الحرق الممنهج للقرى وذبح الناس وإن اتجهنا نحو إفريقيا الوسطى فإن نزاع بين قوات المسلمين السيليكا وميليشيات المسيحيين تتواصل وعانى الجانبان من فقدان ألفي ضحية وشرد مئات الألف وتصور كلمة راهب مسيحي الأساسة الأيديولوجية للنزاع لم نرد المسلمين هنا ولا نرد مساجدهم الآن أيضا وطر ألف ومئتا مسلما إلى النزوح إلى العاصمة بانقي وفي عام 2013 أغلقت جميع المساجد في أنجولا وأعلن الإسلام غير مشروع وأعلن وزير الثقافة أن الإسلام طائفة يجب منعها لصالح التقاليد وثقافة الأنجولية ومسلم تركستان الذين يعانون من الضهاد لوقت طويل هم في القائمة أيضا كما أن الهجمات ضد الصينيين الإيغور الذين يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية وأعمل القتل والخطف ضدهم أمر عادي قلوا ذلك فقط لأنهم مسلمون إنهم يتعرضون للطهاد لأنهم أقليات في بلدانهم ولكن ماذا عن المسلمين في العالم؟ هل هم أقلية كذلك؟ إنهم أقوياء ولديهم الوسائل فلماذا لا يتحدون ويعارضون ذلك للطهاد؟ ألا يستطيعون رفع أصفاتهم من أجل إخوانهم المطهدين؟ فماذا ينتظر العالم الإسلامي ليحاول الدفاع عن حقوقهم؟ أينتظر رمضان آخر تحت للطهاد؟ نواصل معكم مشاهدين الكرام وننتقل إلى صحيفة حريات التركية التي نشرت تحت عنوان داعش أضر بالاقتصاد التركي وأنقذته أوروبا جاء فيه تذكر الصحيفة أن قيام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش بسيطرة على عدد من المدن العراقية من ضمنها الموصل أدى إلى تدهور الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 21% خلال شهر حزيران المنصر فيما حققت الصادرات التركية إلى دول العالم الأخرى نموا بنسبة 16% كما زادت الصادرات إلى الدول الأوروبية بنسبة 15% تشير الصحيفة إلى أن العراق كان يحتل المرتبة الأولى بنسبة إلى الصادرات التركية وأدت سيطرة داعش إلى تراجعها إلى المرتبة الثالثة من جهته أعلن اتحاد مصدر تركيا أن الصادرات تركيا لشهر يونيو حزيران تجاوزت 12 مليار ونصف مليار دولار رغم التراجع الحاد للصادرات إلى العراق مشيرا إلى أن الصادرات إلى إقليم شمال العراق ما زالت مستمرة رغم خفاض النسبة نواصل مشاهدنا مع صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت مقالة للكاتب علي نور كتلو بعنوانه عندما تنتظر غزة رئيس جمهوريتها جاء فيه طفل من غزة فرق الحياة دون أن يعي ما حدث قبل يومين استشهد ليلا بقنبلة إسرائيلية سقطت فجأة غزة تتعرض للقصف مجددا إسرائيل تنتقم هذه المرة من أجل معطنيها الذين قتلوا على يد مجهولين إنها تعاود قصف غزة المحاصرة التي لا مفر لأهلها مثل ما فعلت عشرات المرات الفلسطيني في غزة ينتظر سقوط القنبلة على رأسه في منزله لكن لا أحد يساعده أو يدافع عنه في ظل عدم وجود دولة أو قوة في العالم تقول قف لدولة متجبرة تقتل شعبا أسيرا بأحدث الأسلحة عندما يتعرض سكان غزة للقصف والاعتداء والجواء ويشعرون بالغم يديرون وجههم نحو العاصمة هم يفعلون ذلك منذ مئات السنين إذ كان العثمانيون خدام القدس وحراسها وحمات غزة ودمشق وحلب والموصل أيضا هاهم يديرون وجههم مجددا لكن العاصمة تتعرض لهجوم لكن ورثة العثمانيين وتركيا التي تعد أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية تواجه هجوم الخونة الذين هم أجزات في يد الأعداء حيث يدري إلهاؤها وإشغالها لعرقلة اهتمامها بالقدس والحجاز والمغرب هناك من يسعى لإقصاء تركيا من الأراضي التي كتبت فيها تاريخيا ويدري ذلك عبر الخيانات وهجمات مباشرة وإرهاب منذ عام أعتقد أن توجه الأمة لاختيار رئيس الجمهورية صاع عدم خاوف هؤلاء ولذلك زادت الهجمات والخيانات والفتن إن أكثر من ينتظر اتخاب أردغان هم أهالي غزة والأم الغزاوية التي قتل طفلها قبل يومين هي أكثر من يترقب اتخاب رئيس الجمهورية إنهم يردون فوزه كي يرتفع صوت الصديق القديم لغزة وفلسطين والقدس وحاميها وحبيبها القديم في العالم مجددا ويكون المدافع عن القضية الفلسطينية مرة أخرى على الصعيد العالمي إنهم يرغبون في رؤية قوة العاصمة ودعمها ومحبتها خلفهم مجددا نحن لا ننتخب رئيس جمهوريتنا زعيما لتركيا فقط أو رئيسا لإدارة شؤوننا وحسب إن شعوب الدولة العثمانية القديمة أيضا تترقب معنا الانتخابات وتخفق قلوب أصدقائنا وأشقائنا ورفاق دربنا القدماء معنا بظل هذه الانتخابات لكن أكثر من ينتظر رئيس جمهوريته هم الغزاويون ويودون أن تتخلص تركيا من الوصائب والقلاقل لكي توقف الدماء والدموع في الأراضي العثمانية ولكي يظهر الرئيس المنتخب أن تركيا موجودة مجددا في المنطقة وأنها لم تعد تركيا القديمة مدننا القديمة يدري تدميرها واحدة تل والأخرى ويقتل أشقاؤنا ويتعرضون للنفي ويلفظ أطفالنا أنفاسهم الأخيرة على يد القتلة عديم الرحمة هناك أمة تبكي دمان تنتظر انتخاب رئيس جمهوريتها الذي سيكون حامية وخادمة الأمة نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل مقالا لمحمد العمر بعنوان تغير قلفي تسري فينا هذه الأمثال من شب على شيء شاب عليه مجأ مع اللبن ذهب مع الكفن هذه الأمثال وما شابهها لابد من الثورة عليها وهدمها لأنها السد العازل والسور الحائل بيننا وبين أهم عامل من عوامل النصر لابد من استئصالها لأنها السم الزعاف الذي يسري في عروق حياتنا يقتل فينا الإرادة الحقيقية لانتقال إلى الأفضل إلى الأحسن وإلى الأسمة لابد من حرقها لأنها عشبة الضر التي تحلل من زهار الشجرة الطيبة فينا هذه الأمثال الباطلة الممتلئة تثبيطا وإحباطا والتي تنتشر فينا انتشار النار في الهشيم علينا هدمها واستئصالها وحرقها إنها جزء من عقل جمعي قسم كبير منه يستحق أن يلقى في النار إنها تحجبنا عن مفتاح النصر ألا وهو التغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هناك من شب على الظلم في بيته في مجتمعه في محيطه هناك من شب على الرشوة في عمله ومعاملاته حتى في ذهبه وإيابه هناك من شب على الرجولة الزائفة يدخل على أسرته متبخترا مكفهرا الوجه هناك من شب على الجهل متكبرا على العلم مزدريا للعلماء هناك من شب على أن لا يتغير التغير هو الروح في جسد الثورات بدءا من ثورتك على نفسك وانتهاءا بثورتك على طاغيتك العمل على التغير وتحويله إلى تطوير ومن ثم إلى ارتقاء سيكون مفتاح النصر من هنا ستنطلق منتصرا على نفسك حتى تسحق كل ظالم وتنتصر بثورتك من شب على الظلم فليتغير إلى العدل بدءا من نفسه وانتهاءا بمجتمعه من شب على الرشوة فليتغير إلى الرضوخ للحق واحترام القانون والالتزام به من شب على رجولة زائفة فليتغير إلى الرجولة الحقيقية ملؤها القوة في العقل والحب والرأفة من شب على الجهل فليتغير إلى العلم طالبا وتعلما متواضعا من شب على الكبر فليتغير إلى التواضع فهو سلم الرفعة والرقي من شب على أي خطأ سواء مع خالقه أو مع أهله أو مع رفاقه فليتغير إلى الصواب نحن رهن حتى يغير التغير من نفسك أنت التغير من داخلك أنت التغير بإرادتك أنت التغير فوزك أنت التغير طريق انتصار ثورتك أنت أنت الإنسان أنت من أخذ على عاتقه أمانة عجزت عنها سماوات الله وأراضيه أنت تغير تطول ارتقي أخي أختي نية التغير هي العربون لكسب النصر العمل على التغير هو الصراط الذي تعبر عليه إلى الفوز عندما تحقق التغير فإنك انتصرت في معركتك وستتحول إلى النصر في أخرى وأخرى هكذا تغير وانتقال وارتقاء حتى تغادر دنياك بسلام التغير لضال وجهاد وكفاح لضالك في سباقك مع الزمن فسرعة تغييرك هي سرعة تقدمك في هذه الحرب جهدك في مخالفة النفس وهواها ومن ثم تسليم قيادها لمولاها كفاحك في بدل الغالي والرخيص لتسمو وترتقي بأمتك ابنأ بنفسك وبمن تعول انطلق من ذاتك ورافق الصبور انت عثرت فانتصد للخلف لا تلتفت أمامك النور وعندما تصل يرحب بك السرور ويلقاك الحبور هناك حيث أملك ومناك انت باطأت فاستفق إلى العلي انطلق فروحك معراجها يستقر بك في الجنان وقلبك روضة حب فاملأه ودا وحنا جهرا لا سجا بتغييرك ستد من مولاك ويتبدل البعد والجفاء والقرب والاصطفاء بتغييرك ستتحول أنت ومن حولك من عالم الجمود والركود إلى عالم كل ما فيه ارتقاء وصعود حتى يغير نعم سنغير حتى نبلغ المرام والغاية سنتغير شيبا وشبانا سنرشف الصافي اللبن سنرضع جيلنا حبا وأمل ليجني لنا نصرا رغم من ظلم تغير بعزيمة الأنبياء تغير بثبات الأبطال تغير إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حدث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر